المحاضرة رقم خمسة بعنوان المرة اللي فاتت ناخدنا العرفنا ايه هي الانبوت ديفايس للكمبيوتر والاوتبوت ديفايس النهاردة عايزين نتكلم على الستورج اللي هي وحدات التوزين اللي موجودة عندي في جهاز الكمبيوتر الستورج اللي عندي في جهاز الكمبيوتر بينقسموا القسمين اول حاجة اسمها تاني حاجة معناها اصلا ايه احنا قلنا عنصر هو الجزء اللي في الكمبيوتر اللي بيستخدم في تخزين وكل حاجة نعايز اخزنها على جهاز الكمبيوتر بتاعي هو ده الزاكرة بالنسبة للجهاز او بيطلق عليها اسم البرائماري ميموري او الانترنال ميموري او الميموري او الرام يعني كل المصطلحات دي بالنسبة لي اللي هي تمام؟ في حاجة عندي اسمها الساكندري ستورج الساكندري ستورج دي الحاجة الانترنال اللي لجوة جهاز الكمبيوتر الساكندري الحاجة الخارجية زي الهارد ديسك زي الفلوبي ديسك زي الفلاش ميموري كل الحاجات دي اسمها ساكندري ستورج ايه هي الخصائص اللي بدور عليها في الساكندري ستورج بيستخدمها لجهاز الكمبيوتر لما اجي اشوف الخصائص بتاعتها وانا بختار بتاعتي لازم ابص على الاربع حاجات دولة. اول حاجة السرعة بتاعتها ادي. تاني حاجة الكفاءة بتاعتها في نقل الداتا او انها تغزم الداتا عاملة ازاي? القص طبعا بالنسبة لي بيفرق برضو اللي هو السعر بتاعها. هي كمية الداتا اللي هي هيقدر يعملها او المساحة بتاعتها. تمام? فدول الاربع حاجات او الاربع اللي بختارهم اللي بناء عليهم بختار الاسطوريج يونت بتاعتي. حاجة عندي اسمها الاكسس تايم. الاكسس تايم ده ده الوقت اللي بياخدو. آآ علشان الجهاز الكمبيتر بياخدو. علشان يريتريف آآ يسترجع الداتا بتاعتي بالاسطوريج يونت? او يحط الداة في الاسطوريج جونت. يعني نهما يخزن داتا على الاسطوريج جونت بتاعتي او اه انادي الداة دي من على اللي اسمها كل ما كان اصرع كل ما كان الافيشانسي بتاعتي عالية الفاست اكسس طبعا يعني لو انا بنقل الفايل وخد ميني مثلا دقيقة كده كفاقته كويسة طب لو خد ميني ثواني كده كفاقته افضل فكل ما كان الافيشانسي بتاعي سريع كل ما كان الكفاءة بتاعتي بتاعتي الحاجة اللي اشغال عندي احسن بس دي او المساحة بتاعتي بتاعتي بتات اي واحدة على حسب هو يعني بيبقى فيها مساحات مختلفة بس اصغر الوحدة اصغر وحدة اخزين عندي في الكمبيوتر اسمها البيت تمام البيت اصغر البيت دي اصغر بيكون. واليستوري دي كبس بتاعتي. ممكن تتعرف عندي او الورد. عدد بتاعتي او عدد الكلمات بتاعتي. طبعا كل مكان قليل كل مكان الحاجة دي بنسباني كويسة. ومش شرط يكون قليل ان هو يكون مش كويس. لا او ممكن يكون قليل ويكون كويس. فانا مش هدهر ان هو يكون قليل وما بيكونش بيقدي الكفاءة او الحاجة اللي انا محتاجها. فكده بتاعتي بابدأ ادور على الاستوري دي كبيرة. والقوط بتاعي قليل. طبعا هنا بيعيد نفس الكلام تاني. البرامر ستوري. البرامر ستوري بتعتبر ان هي فاست اكسس تايم. والستوريج بتاعتي احنا قلنا قبل كتا الاستوريج كبس تتاعدت قليلا. والقوط بتاعها عالي. لما تتقانم بالسطوريج. اه في حاجة هنا بيتكلم على اللوكيشن اللي موجودة في البرامر ستوريج ان كل اللوكيشن اللي بقى ليه ادرس خاص بيه. دي مش مش يعني شو هم بالنسبة لكم اوي بس يعني لو عايزين تعرفوها برضو. هو انا لما بيجي اخزن اي حاجة في الميموري. كل حاجة تتخزن بادرس او عنوان خاص بيها ما بيتكرراش. يونيك ادرس. اللي هو ما بيتكرراش. اه ما يجي نادي على الوضعات بتاعتي. بيتنادي عليها من المكان بتاعها اللي هو اليونيك. ما بيتكرراش لأي حاجة. في عندي حاجة اسمها الرام والروم. الرام طبعا هي البرامر ميموري. الانترنال ميموري. الميموري. كل دا اسمه الرام. الروم اللي هي الريد اوني ميموري. البرامر او الرام اللي هي اسمها الراندوم اكسز ميموري. الراندوم اكسز ميموري دي اه تعتبر فلاتل. فلاتل يعني متطايرة. احنا قلنا متطايرة قبل كده ان هي معناها لما يعني البور تيفصل. الداة بتاعتي بتلوست. بتختفي. مش مش بيقدر محتفظ بالداة لو البور بتاعي تتقفل. لكن الروم بالنسبة لي اسمها ريد اوني ميموري. اه الداة الداة بتبقى متزنة بفكرة دائم مش مؤقت. يعني بمجرد ما الجهاز يبطفي. الداة بتفضل موجودة زي ما هي. فاسمها الروم اسمها نون فولاتلي. دي انواع من 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 روم بتاعتي. طبعا الروم هي اسمها ريد اوني ميموري. يعني بيقرأ بس. ما بيكتبش. بيقرأ بس. تمام? ريد اوني ميموري. ما اقدرش ان انا اعدل عليها على الداة بتاعتي او احط او اشيل بمجرد ما حطيت الداة مرة. خلاص ما ينفعش لناها اشيلها تاني. البي روم بالنسبالي اسمها ريد اوني ميموري. دي جديدة من الروم بس بيحصل لها يعني بتتبرمج وبعد كده بتستخدم. طبعا هي برضو نون فولاتل والداة بتاعتي ما بتاع محصلهاش لوس طلو الباور بتاعي بتتقفل. دي اللي اسمها البي روم اللي هي الاريزابول برو جرامبول دي اوني ميموري. اا دي فرجان احدث من الروس وايا اللي هي ايه اا اريزابول يعني ممكن امسح منها الداة وممكن احط الدا تاني. ممكن يتعد استخدامها تاني. اهم الحاجة عندي فيهم اللي هي الكاش ميموري. الكاش ميموري دي المفروض ان هي special type of high speed memory. دي دي ميموري اا سريع جدا. وليها استخدام معين في الجهاز الكمبيوتر بتاعي. وظيفتها ان هي لو انا عايز دلوقتي اعمل اي اا انا كيوزر عايز اعمل اكسز للفونكشنز تاعتي او اكسز لبرو جرامز او اكسز لأي حاجة. الكاش ميموري ده المسؤول ان هو يجيب بصورة سريعة للسي بيو علشان يقدر ان هو يعرض هولي. الكاش ميموري هي الوسيط ما بين اليوزر وما بين السي بيو. سوري السي بيو والكمبيوتر. سي بيو لما يحتاج حاجة او اليوزر بيقول للسي بيو انا عايز كزا. الكاش ميموري يبدأ يجيب الحاجة دي بطريقة سريعة. ويوصلها للسي بيو بحس انها في فعلياتي انا كيوزر. اه طبعا بالنسباني احنا قلنا ان المساحة بتاعتي هتبقى كبيرة. المساحة بتاعته كان صغيرة جدا بالنسبة للقص بتاعها كمان كان عالي. القص بتاعها قليل. والمساحة بتاعتها كبيرة. وطبعا المساحة بتختلف على حسب اللي انا جاي بيه او اللي انا شريعة بيشتغل بيه. ده شكل السي بنيس بالي. في حاجة اسمها هي نوعين. حاجة وحاجة زي المجناتيك تاب ولإدار الديركت اكسز ساي الفيلوبي ديسك يهارت ديسك لفيديروم الفلاش ميموري او ميموري كارد. كل الحاجات دي آآ مسال بالاكسز. ايه الفرق بين والاكسز والاكسز والاكلة اكسز. معناها ان انا الداة بتاعتي لازم تيتحصلها بزبلاي ورا بعض. ما ينطيعش انه مسلا ايه? زي الكاسة التاديم كده لما كنا نشغلو adding. كانت الناس بتشغله كان بييجي التراك ورا بعضه. ماينفعش اقول له والله هاتلي الغنيه ما يساعد لقم تلاتة. لا ده لازم يجي واحد واتنين عشان يجي تلاتة. ماينفعش هيا تحكم فيها. عاملة زي التاب اللي هي اللي هي الاستوانات القديمة اللي كانوا بيشغلوها دي. لما كانوا بيحطوا عليها الدرع بتاع زي الدرام ده. بتلاقوا ان دي او الاستوانة شغالة. ماينفعش ان هو يجي تراك معين يعملو تس بلاي. لا ده هو لازم يبقى سيكوينشيال كله ورا بعضه. الديريكت اكسز على عكس السيكوينشيال. الديريكت اكسز معناها ان انا بمحتاج حاجة معينة بجيبها دايريكت. زي الهارد ديسك لو انا عندي الهارد ديسك فتحات وعايزة ملفك مثلا. مش لازم ان انا لو عايزة الملف بارتيشن سي لازم افتح السي وبص على كل الملفات عشان اقدر اجيب الملف بتاعي. لأ. ده انا بعمل دايريكت اكسز مجرد ما اوز الملف وعارفة مكانه. افتح الملف واشتغل عليه عادي. مش لازم اعمل تسبيل الحاجة قبل ولا حاجة. فده الفرق بين والديريكت. ده شكل المجنيتك تاب. والبانش تكار داير. كل الحاجات دي تعتبر سيكوينشيال. طبعا السيكوينشيال ليها ولها بتاعي. ان هو آآ الكوست بتاعه قليل. آآ سهل ان انت تشيره وتستخدم يعني تمسكه في ايدك سهل وتمشي دي عادي ببقى حجمه خفيف. لكن بتاعه ان هو بيبقى مش بقدر ان انا جيبي حاجة اللي انا عايزة لو عايزة حاجة مثلا في رقم عشرة بضيع وقت كتير عشان اوصل للتراك اللي انا عايزة وطبعا النوع من الانواع دي آآ بيبقى في يعني بيحتاج درجة حرارة معينة. ففيه بيحصل له في مشكلة لو اللي درجة حرارة كان فيها مشكلة. آآ فهو بيحتاج حاجات معينة او خصائص معينة عشان يقدر تقدر تحافظ عليه. طبعا قلنا تكريمنا عليه. زي الماجنيتك ديسك او الهارد ديسك. ده شكل الديريكت اكسز. ان انا عندي الاكسز ار موفمينت ده اللي هو الدرع ده. لما يجي عاوزة اعمل اللي 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 انا عايزة. في عندي حاجة اسمها الفلوبي ديسك ما عارفش انت شفتوها ولا لا اكيد الناس شفتها. انا طريبا كنت بتعمل خيارة كلية من مجموعة كلية. آآ الفلوبي ديسك طبعا آآ يعتبر دايجيكت اكسز. بس كانت مشترك. بس هو مساحته صغيرة جدا. وآآ بيحصل له دامج بسرعة. يعني بمجرد انا ممكن اشتريه. او كان سعره رخيص جدا. آآ كنت ممكن اشتريه وبعدين يبقى اشغاله وفيش اي مشكلة. احط عليه البروجيكت ايجي اعرض البروجيكت ايجي حصل له ما بيشتغلش. لانه هو من النوع اللي هو تعمل خاص. لو حصل حاجة لو اتخبط او حصل حاجة بيجوز. فده اقل حاجة اقل نوع في اللي هو الفلوبي ديسك. اللي هي السي دي. السي دي طبعا آآ دي مساحتها فيها مساحات كتيرة. ده 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 ده. صوت يا جماعة نشان ما هيبس ما عليهش. الفاتح المايك يا جماعة يقفلوا. اله او اللي هو السي دي. السي دي طبعا بيبقى مساحتها قويسة. ما بيشتغل حاجات دلوقتي الحاجات بسي حادها تقبرا بها ااا بس مشكلة الخلوبي ان انا برضو بمجرد نحط الداة بتاعتي ما ينفعش ان انا مسح الداة. في حاجات نازلة جديدة في ناس بطول في حاجات نازلة جديدة بتعمل اوكي ان انت تستيل الحاجة وتحط حاجة جديدة. بس بصراحة انا مش افتهاش. عشان ما اقولش حاجة انا مش افتهاش. ان كنت شغالة بيها قبل كده. كان بمجرد نتخط الداة عليها ما ينفعش انت تشيل الداة. هو ممكن ايكون في مكان فاضي تنقل فيه داتا تانية. بس بمجرد نتعمل الداة بتاعتك على الاسي دي ما ينفعش ان انت تشيلها وتعملها دي دي. تمام? كده المحاضرة بتاعة والخلصت. المحاضرة اللي بعدها مش مش كبيرة يعني هتديكم بس فيها الحاجات المهمة. هي اسمها مقدمة لنظام التشغيل. يعني دي نظام تشغيل. يعني اما جاي فتح الجهاز بتاعي الكمبيوتر. بلاقي عندي لو انا منزلة ويندوز لو انا منزلة لينيكس لو انا منزلة اي نوع بس الناس كلها متدولة فيها بالنسبة لها الويندوز. فوق كان اي من الويندوز. ده يعتبر اسمه نظام تشغيل. طبعا الجهاز بتاعي مستحيل يشتغل من غير لو النسخة مش موجودة بنلاقي ان الجهاز كله ما فيش اي حاجة تقدر تتعامل بيها مع الجهاز بتاعي. فلما جاي عرفت الوبراتينج سيستم ده عرفوا لي ايه? قال لي الوبراتينج سيستم ده هو الانترفيس. الوبراتينج سيستم ده هو انتخيص بين الهيومن والكمبيوتر او الوزر والكمبيوتر. هو وسيط ما بين الانسان وما بين الكمبيوتر علشان الانسان يقدر يتعمل مع الكمبيوتر والكمبيوتر يقدر ينتج حاجة الانسان. الوبراتينج سيستم برضو هو عبارة عن انتباتل سيت او برجون hoje في هو عبارة عن مجموعة الوبراتينج سيستم دهه سوفتوير معدراح ان ش��تكم ايه ده هو مجموعة بتعمل مناتج على حاجات كتيره موجوده في جهاز الكمبيوتر بتاعي هنوق عرف او بيتحكم في ايه? او الحاجة الميموري منجمانت. بتاعي بيتحكم في الميموري او بيعمل آآ تنظيم للميموري بحيث يقول لي ايه البرنامج اللي هيبقى موجود في الميموري دلوقتي ان انا قدر اشتغل عليه وايه البرنامج اللي هيستنى شوية ان انا ما اشتغلش عليه دلوقتي. بالنسبة للامبوت اوتبوت منجمانت بيتحكم في الامبوت اوتبوت بتاعتي. ويسوف هو هيعمل من الامبوت او من الوتبوت للبرنامج اللي شغال ده علشان ينفزه او عشان يطلع لي النتيجة بتاعته. عند الفايل مانجمانت. بيتحكم برضو في الفايل في الملف بتاعي. يقول الملف ده هيتحط فين? هيتعمل له فين? او الملف ده هيتنقل من فين يروح فين? تمام? كل ده بيتم تحت سيطرة بتاعي. الدادا سيكوريتي والانتجريتي. الدادا سيكوريتي والانتجريتي معناها ان الوبريتنج سيستن بتاعي بيبقى موجود دلوقتي وانا مثلا فتحة ملفين وباشتغل من الملف ده شوية من الملف ده شوية. الوبريتنج سيستن بتاعي بيحافز ان الدادا دي ما تدخلش في بعض. يعني ما بقاش فتح الملف ده ولاقي الداتا دي جات هنا او الداتا دي جات هنا لا الوبراتنج سيستم بيمانجي الحكة دي بيزبط السيكوريتي والانتجريتي بتاع بتاع الباتا بحيس ان كل فايل خاص بالداتا اللي جواه مالوش داعه بالفايل اللي برا اي حاجة انا عايز اعمل مسلا بنلاحز في جهاز الكمبيوتر ما اجي افتح اكتر من اه من حاجة عشان غالها الاقي في حاجات قال لي اه ويتنج او مسلا ان هو مش شغال فالويتنج وهو مش شغال ده ده الوبراتنج سيستم برضو اللي بيحدده بيحدد ان هو يدي البروريتي لمين لأي برنامج او لأي حاجة انت شغال عليها مين اللي هياخد البروريتي او اللي هو يشتغل وين اللي هينتظر لحد ما ده يتنفز وبعدين هو يتنفز بعد ده طبعا بيتكلم على ان في البروريتنج سيستم بتاعي بيبقى فيه اه بروجرام اسمه ريزيدنج بروجرام او البروجرام اللي هو متحكم في كل حاجة في البروريتنج سيستم ده طبعا البروريتنج بروجرام ده مكانه موجود جوه المين ميموري بتاع الكمبيوتر تمام باقي البرامج اللي موجود احنا قلنا البروريتنج سيستم عبارة عمنا جوء البرامج انتجريتت مع بعض علشان يقدر يتحكم في جهاز الكمبيوتر بتاعي ففيه برامج ميموري بيبقى اسمه ريزيدنج بروجرام ده اللي موجود في المين ميموري وده اللي بيعمل كنترول على البروريتنج سيستم او كنترول على الحاجات اللي موجودة عندي في جهاز الكمبيوتر بقية البرامج اسمها تمام في عندي حاجة اسمها البروسيسور في حاجة عندي اسمها بروسيس وحاجة عندي اسمها بروسيسور بروسيس دي عملية او برنامج لما يحصل له البرنامج اللي ما بيجي يتنفذ اسمه بروسيس عملية ده صوفتوير البروسيسور ده بقى ده الهاردوير اللي موجود عندي في جهاز الكمبيوتر اللي مسؤول انه هو ياخد البروسيس دي وينفذها تمام فالاوبرياتينج سيستم بيعمل أساين للبروسيسور ده أو بيتحكم في البروسيسور ده يشوف البروسيسور أنهي بروسيسور هياخد أنهي بروسيس علشان ينفذ هالي فلازم نميز بين كلمة بروسيس وبروسيسور بروسيس هي برنامج في الإكسكيوشن لكن بروسيسور هو عبارة عن النهار دول اللي موجود عندي في جهاز الكمبيوتر المسؤول عن تنفيذ البروسيس دي أو يعمل لها إكسكيوشن طبعا الحاجات دي بقى بقى الحاجات هو أنا كده ده الحد هنا المطلوب منكم بقى الحاجات اللي هي والحاجات دي دي حاجات مش مهمة بالنسبالي ككورس معايا أسيبها لكم لو حد عايز يطلع عليها يقراها ما فيش أي مشاكل بس احنا الحد السلايد رقم خمسة في الكتشر سيكس بس كده المحاضرة انتهت لو حد عنده أي سؤال يا جماعي تفضل شكرا لكم